صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا وتحقيقا لتوصية الجهة الصحية فقد تقرر تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصرا وذلك اعتبارا من اليوم الجمعة العاشر من الشهر الثامن من عام 1441 للهجرة وحتى إشعار آخر ويستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية وتؤكد وزارة الداخلية لجميع سكان المدن والمحافظات المشاري إليها أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة وتهيب بالجميع الالتزام والتقيد بالإجراءات وبإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة